اهلا بمحضراتكم الجديد وما تخافش على الاهل الطول ما الاهل بيتعامل مع الجميع باحترام وانضباط وتقدير عشان كده اعتقد موضوع الباطن ده كان غريب انت مصير تعرف تفاصيل اه طبعا الكرة في ملعبك يعني ملعبه ملعب الادارة المعنية وملعب الادارة العامة وكل حاجة اه وانا حولك الكلام اللي هو حصل اي مش عشان اهل يبرئ ساحته اه لكن عشان فيه مفاجأة بعد ما اقولك الكلام ده ايه بقى ما اقولها في الاخ يلا الموضوع بدأ بخطاب يستطلع نية الاهل رغبة النادي نادي الباطن نادي الباطن في استعارة استعارة اللعب افش كابتن مجد افش بدون تفاصيل ثم تواصل تليفونيا وشفاويا مفوض من النادي يتحدث باسم باسم نادي الباطن اه تمام احد الوكلاء فوضوا النادي ليه التفاول الاهل ما كانش عنده من ناحية المبدأ الموافقة المبدئية ولكن كان ينبغي ان يدرس للموضوع يخص لاعب الحوار فوض الرايح جاي لم يصل الى اتفاق وانتهى الامر عند هذا الحد خلاص حوار شفوي مفيش فيه مرسالات بين المسؤول الباطن اه بين المسؤول الذي فوضه نادي الباطن يعني ابعت وقاله ده اللي حيتفاوض بالنياب عن نادي الباطن وده تم مع ادارة التعاقدات عندي المفاجأة ان لما حصل هذا الكلام هذا المفوض تواصل مع الادارة وقال لها لم يحدث ان تحدث الاستاذ هويدي عن النادي الاهلي بسوق كلام ده ما حصلش نقلا عن مين نقلا عن المفوض وعايزين بقى ان نقول للناس كفاية لعب في مساحات العلاقات بين الاندي انا بقول الكلام ده لانه لما بيطرد اني ما ينفعش يتقال ان يقبل ان يسمع هذا الكلام فاذا كان كان قيلة فهذا ردنا اذا كان لما يقل ما تقلش لما تحصلش يبقى نعتبر ان هناك ان شبانة مردش لا ان فيه هناك حد بيلعب في العلاقة كالعادة كالعادة ان كل ما ييجي بادرة علاقات بين الاهلي وبين الاهدي الاندي بينط فيها نفس الاشخاص الذين يريدون تسميم الابار فالموضوع نراعي فيها طبيعة العلاقات الاخوية انا قلت كل اللي حصل دون يعني ان يحمل شخص بعينه بجزم المسؤولية طيب ده ما يتعلق يا جماعة بهذا الجانب في العلاقات شكرا